السعودية شاركت منذ أول قمة في واشنطن عام 2008 بتمثيل رفيع البستوى حيث شارك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز برئاسة وفد السعودية إلى ثلاث قمم آخرها قمة كندا عام 2010 فيما رأس الملك سلمان الوفد السعودي في قمتي بريسبرن وأنطاليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رأس وفد السعودية إلى أربعة قمم بدءا من قمة هانزو في الصين وصولا إلى أوساكا في اليابان عام 2019 ومع انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياضة 2020 تبرز المستشار الألمانية أنجلا ميركل كأكثر القادة حضورا لقمة العشرين حيث لم تتغيب عن أي قمة منذ عام 2008 في واشنطن فيما يغيب اثنين من القادة القادمين من قمة 2019 تيريزا مي رئيسة الوزراء البريطاني وشنزو آبي رئيس الوزراء الياباني يحل بديلا عنهما الياباني يوشيهي دي سوغا وبوريس جونسون ثلاثة رؤساء أمريكيين حضروا قمم العشرين في البداية جورج دابليو بوش لقمة واحدة ثمانية قمم حضرها الرئيس باراك أوباما تلاه دونالد ترامب منذ العام 2017 وفي القمة التي تهيمن على أجندتها جائحة كورونا أعلن في العام 2020 عن إصابة أربعة رؤساء يشاركون في قمة الرياض بفيروس كورونا رئيس البرازيل ورئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي كذلك رئيس وزراء بريطانيا أعلى الدول تسجيلا لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضمن دول قمة العشرين هي الولايات المتحدة بأكثر من 11 مليون حالة إصابة تليها كل من البرازيل، إيطاليا وبريطانيا